اشتركوا في القناة في ظروف يعرف فيها القطاع يعني نقاش ساخن حول بعض القضايا منها قضية نظيم التاتي حيث تعتبر الفدر المغربي الناشيري الصحف مصطفى مع الخيار الديمقراطي وتطالب انتخابات المجلس الوطني للصحفة ونوه المكتب التنفيذي بطبع الحال بأن هذه القضية أصبحت قضية مجتمعية وأن رأي العام المهني تقريبا تكاد يكون هناك إجماع على أن يكون الخيار الديمقراطي الملسجي مع الدستور هو الذي يجب أن يفعله فيما يتعلق بهذا التنظيم التاتي عن طريق انتخابات المجلس الوطني للصحفة وكما كانت الحوالي عادنا التعبير على أننا ضد هذه اللجنة المؤقتة تلفيقية وإضافة إلى هذا تحدثنا عن القضايا التنظيمية والتماسك ديال الفيدرالية وزيادة طلبات الانخراط بحيث يزداد وزن الفيدرالية في الوقت الذي نرى بشكل غريب استمرار إقصاء الفيدرالية من طرف السلطات العمومية والتي نطالبها بأن تعيد النظار في هذا السلوك الغير مسبوق في تاريخ تعامل الحكومات المغربية مع المنظمات المهنية ونحن منظمة مهنية أكثر تمتيلية ونبلغ تقريبا حتى الآن وصلنا إلى 350 من المنخرطين وفي كل هذه الأوراش التي هي مفتوحة الآن بما فيها مرسوم الدعم العمومي الذي يهيى على أساس أن يكون هذا الدعم منصفا وعادلا وشاملا للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى وكذلك نتمنى أن تتم مراجعة هذا المشروع القانون للجنة المؤقتة حتى يكون منسجما مع الدستور إضافة إلى هذا وكانت نقطة أساسية هو أننا منذ مؤتمرنا استثنائي قد مرت اليوم ثلاث سنوات إلى شهر واحد فلذلك نحن مقبلون على تنظيم مؤتمرنا الوطني في بداية الشهر القادم إن شاء الله وسيكون مؤتمرا انتخابيا تتجدد فيه هياكل الفيدرالية وسيكون مؤتمرا كذلك لنجدد فيه أطروحتنا والتي تعبر عن مبادئ استقلالية الصحفة وتعدديتها وتأهيلها والاهتمام بموادها البشرية وبنموذج الاقتصادي لمقاولاتها وبضمق رطات كل تنظيم ذاتي لها وأتمنى أن يتغلب صوت الحكمة داخل وسط المهني لأن مشاكل القطاع أكبر من هذا التشردم الذي نراه الآن وهذه التجادبات وأعتقد أن الفيدرالية لن تكون إلا جزءا من الحل ولن تكون أبدا جزءا من المشكلة التأم اليوم بالمقر دي الفيدرالية بدار بضاء الجماع دي المكتب تنفيذ دي الفيدرالية المغربية الناشرة الصحف أهم المخرجات تعلقت أولا بتقييم دي المصار دي المعركة التي ضرت لها الفيدرالية ضد وحد عدد دي الخطوات اللي اعتبرناها تموس المهنة دي الصحفة في استقلاليتها تموس دستورنا في ديمقراطيته تموس يعني التنظيم الداتي للمهنة وعبرنا بكل وضوح أنه لا سلام لا استسلام لا سلام مع من يريد الإساءة إلى هذه المهنة وإلى من يريد أن يعبت بما تبقى من عناصر قوة السلطة الرابعة وأنه لا استسلام في الترافع في التواصل في الاستمرار في معركة الفضح دي لهذه الخروقات كلها مع الرائعة الحمد لله لكل يوم يشهد بأننا ربحنا هذه المعركة عن جدارة واستحقاق دون مغالبة ودون تعدد بالأكترية ودون لجوء لبعض الأليات الغير الديمقراطية وبعض السلوكات اللي كان مفروض أن ينقال مشاهدة الصحفة عنها إذن ما غادش يعني ما مفكينش بلغة بلغة الشارع في سياقه اللي عرف المغرب في 2011 وهذه نبقاوك نقوله كلمتنا بكل وضوح هذا قوس من الأقواس الباقي النقاط الأخرى متعلقة بالأنشطة الاعتياة دي الفيدرالية اللي فيها يعني الطلاع على الأوضاع الفروع دينا في الجهات كلها موافقة على طلبات المخيرات اللي كانت توافد على الفيدرالية باستمرار الاستعداد الاستحقاق التنظيمي المهم عندنا وهو المؤتمر الوطني دي الفيدرالية واللي مرة أخرى سيبعث الرسائل اللازمة في احترامه المواعيد القانونية في يعني جديد القيادة في التعبير على المواقف الضرورية كائزاء واحد عدد دي القضايا اللي هي معتملة في المشهد دي الصحافة والإعلام اللي نمضية قدومان في كل ما من شأنه أن يعزز السلطة الرابعة يقوي المقاولات يدافع المقاولات لهشاو الصغرى والمتوسطة وهو يتصدى لكل محاولات دي القرصانة المؤسسات أو دي يعني إقامات الغزوات في الملعم أو إنشاء دعم يعني بمنطقة المغربة كيزيد الشحمة في ظهر المعلوف إذن هذه التجاوزات كلها اللي بعض منها شفناه والبعض راح قديم ما يمكن إلا أن نكون من أول المتصدين له سنقول كلمتنا كما العذا ونمضي الفيدرالية المغربية لنشر الصحف مستمرة في أنشطتها واستحقاقاتها التنظيمية بشكل عادي بغند النظر عن أي تطور تشهد الساحة الإعلامية والمهنية اليوم في بلادنا هذا اليوم عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لنشر الصحف اجتماعه الدوري العادي وناقش كل قضايا المرتبطة بأعماله ومهامه وطبعا لم يكن ممكن تغافل عن مستجدات القطاع وعن هذه الحالة التي وصل إليه الحوار العمومي على مستوى قضايا المهنة من خلال مسرع القانون الذي تعرضه الحكومة على البرلمان حول الجنة المؤقتة وجددت الفيدرالية موقفها الذي عبرت عنه في كل بلاغاتها وفي كل ترافعاتها ولقاءاتها مع السلطات العمومية ومع الفروق البرلمانية كما أنه على المستوى التنظيمي أيضا قرر المكتب التنفيذي للفيدرالية مواصلة لقاءاته التنظيمية مع مختلف الهياكل الفيدرالية وسيتوج هذه الدينامية في مستهل الشهر القادم بعقد الجمع العام السنوي الفيدرالية أي أعلى هيئة تنظيمية في الفيدرالية حيث أننا في الفيدرالية نحترم مدة الولاية والمختضيات التنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي للفيدرالية حيث أنه في بداية هذا الشهر ستكون مرت ثلاث سنوات بالتمام والكمال عن انتخاب المكتب التنفيذي الحالي احتراما منا لقوانيننا وأنظمتنا سنعقد مؤتمرنا في نفس التاريخ لجديد هياكلنا ولجديد التعبير عن مواقفنا